بسم الله الرحمن الرحيم هذه ثمانية أحاديث مما صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الشهر العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة وروا مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهم إذا اجتنب الكبائر وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وعن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد وفي الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال عمرة في رمضان تعدل حجه وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله تعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة جنة يعني وقايا وحماية من الذنوب والآثام وكذلك حجاب من النار يوم القيامة والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن مرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه سيشفعان فشفعني فيه سيشفعان